إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة الرق الثاني والعشرون كمون الإعصار رحلت القافلة فجراً وساعة الظهر فتحت مرتى باب المكتب من دون أن تطرقه باغتني صوت صرير الباب فانتبهت من استغراقي في قراءة كتاب النبض لجالينوس نظرت ناحية الباب فرأيتها واقفة على عتبته العالية يحيط بها الضوء الداخل من ورائها فكأنها حورية هبطت إلى الأرض ملفوفة بالنور السموي لتمنحنا السلام وتملأ الكون رحمة بعدما امتلأ جوراً وظلمة كان الضوء يؤطرها يحوتها من كل الجهات ويطغى على أطرافها فتبدو كأنها مغلفة بالنور لن أنسى هذه اللحظة ما حي لم أشعر بيدي إلا وقد أزاحت عني غطاء رأسي المليء بالصلبان لأستقبل النور الذي أشرق فجأة من عند الباب تأكدت لحظتها من أن مرتى هي أجمل امرأة خلقها الرب كان رداؤها يمسك بصدرها وخصرها بأحكام حنون ثم تنساب ثنياته الكثيرة فتصير كدائرة مركزها قدماها الصغيرتان ألتان تعلت حذاء من لون الرداء على رأسها منديل حريري لامع لونه ناصع يمسك بشعرها من دون أن يخفي من وجهها شيئا من جانبي المنديل تدلت ضفيرتان تلامسان بأطرافهما أعلى نقطتين في صدرها عند طرفي الكتفين ترتفع ثنيات ثوبها المقملي الملمس الأرجواني اللون ثم تهبط الثنيات وتنبسط فتحيط بذراعيها بأحكام حتى إذا قاربت الأكمام الكثين اتسعتا ليتغطى ظاهر اليدين بالتطريز المذهبي الذي يؤثر الأكمام وثيل الفستان وأطراف منديل الرأس تركتني مرتب رهة أتأملها وقد أمالت رأسها برقة جهة اليمين وأسندت كفيها المضمومتين على طرفي خصرها مختالة الخطو والابتسام أقبلت نحوي وقد أمسكت ثوبها الفطفاض بأطراف أصابعها من عند الفخذين ورفعته قليلا فكان ذيل الثوب المؤطر بالخيوط الذهبية تتراقص ثنياته المخملية مع خطواتها الرشيقة التي تطير بها نحوي أراك مستمتعا بالوصف لكن هذا القدر فيه كفاية فأكمل حكاية ما جرى فوصفك لمرتا يسيرني إليك عني يا عزازيل لما اقتربت مرتا يومها مني رفعت وجهي إلى صدرية الرداء تاه ناظري في الأزرار الكثير المصطفى في خطيني يرتفعان مع طرفي الصدرية من موضع السر إلى منبة العنق ويعتقلان في طريقهما امتلاء النهدين ولما اقتربت مني أكثر دارت رأسي عند ارتقاء عنقها نحو ذقنها الدقيق ولم أستطع الارتقاء بناظري حتى أغوص بقلب عينيها وأظنها أدركت لحظتها عذاباتي فزادتها بابتسامة صافية رفعت نظري إلى الغمازتين اللتين بقلب الخدين ولما نظرت أخيرا في عينيها غصت في بحر عميق من العسل قالت ما رأيك يا أبتي؟ هذا واحد من الفستين الثلاثة التي أهداها لي رئيس القافلة ليلة أمس جميل يا مرتا جميل جدا يا ابنتي هو ضيق بعض الشيء عند صدري لكنه سيأخذ شكل جسمي مع الوقت نعم نعم تعالي لنجلس عند الباب يا أبتي مازال الوقت مبكرا على مجيء الصبيان دعنا نجلس هنا لا يا مرتا لا يصح ذلك مكاننا هناك لم يكن من اللائق أن نجلس في أقصى ركن من المكتبة حيث لا ينير الضوء الداخل من الشباك القريب إلا الطاولة التي أقرأ عليها الجلوس عند الباب أليق وأبعد بنا عن الشبهات والضوء هناك أزيد وسوف أرى الرداء بصورة أفضل جاءت مرتا ورائي فجلست أمامي على كرسيها وقدست كفيها تحت فخذيها وراحت تأرجح ساقيها جيئة وذهبا كأن الرداء يرف مع حركتها فيزيد من شعوري بالدوار وكانت تنظر مباشرة في عيني فتحاشيت النظر ناحيتها من دون أن أطلب منها غنت أغنية لم أكن أعرفها فنظرت نحوها مسلوب الإيرادة كانت مرتا إذا غنت ازدادت بهاء وإذا انهمكت في الغناء رفعت ذقنها الدقيق وأغمضت عينيها فصارت كأنها تناجي السماء غناؤها يومها سرى بخدر في ظاهر بدني ثم غاص في باطني وأخذني صوتها إلى أفق بعيد لا نهاية له ثم راح يأرجحني ويملأني شجانا على شجان حتى أذهلني عني حين انتهت من غنائها كنت قد انتهيت ألن تضع غطاء رأسك يا أبتي أربكتني عبارتها ونبهتني إلى أنني لا أشعر بانكشاف رأسي لم أكن في حقيقة الحال أشعر إلا بحضورها الطاغ الذي يسلبني ويسحبني مني إليها قمت مضطربا فأخضرت القلنسة ولم أجر حرجا في النظر ناحيتها أثناء عودتي هي أيضا كانت تنظر ناحيتي وعلى وجهها ابتسامة غامضة تزيد سحر وجهها سحرا كان يجب علي أن أتكلم بأي شيء لكن الحروف فرق من طرف لساني كنت أقول في نفسي إن جمالها ظالم لمن يعرفه ظالم لأنه أعمق من أن يحتمل وأبعد عن أن ينال لماذا تنظر لي هكذا يا أبتي ولا تقول شيئا لا شيء يا مرت لا شيء أنا أفكر أخبريني كم عمرك ومتى تزوجت وإن زوجك وعائلتك ولماذا جئت للسكنة هنا مع خالتك هذه أسئلة كثيرة يا أبتي عمري عشرون سنة وبقية الأسئلة سأجيب عنها الأيام المقبلة كل يوم سؤال لا بأس يا مرت لا بأس احكي وقت ما تشئين وحسب ما تودين ولكن هل ستمتد الأيام بنا وفق ما أهوى لقد اعتدت رؤياك الأسبوع الماضية وبعد حين سينتهي التدريب على الترتيل فلأي سبب سوف أراك بعد ذلك الرهبان لا يرحبون بدخول النساء إلى الأديرة وأنا مستسلم لدخولك إلى قلبي هل سأكتفي برؤيتك صبيحة أيام الأحاد ترتلين مع المجموعة في الكنيسة؟ لا سوف أجد سببا آخر سأزرع الأرض المحيطة بكوخك بالنبتات الطبية وأعهد إليك برعايتها وأمر كل يوم للإطمئنان على المزرعات فأراك من دون إثارة الريباء وهكذا سيمضي الحال لسنوات وسنوات وربما يأتي يوم يقال لي فيه إن مرتا ستتزوج بواحدا من الفلاحين وأنها سترحل للسكنة في بيته يومها ستتركين وراءك خالتك العجوز وألام العتية هل عدت للصمت والتفكير؟ نعم يا مرتا إنني أفكر فيك أعرف وأشعر بك يا هيبة روعتني الطريقة التي نطقت بها حرف الباء من اسمي فلم أفكر في جرأتها على مناداتي به مجردا كنت أنظر لحظتها إلى شفتيها وأقول في نفسي هل تتعمد هذه الطفلة إثارتي أم ترها تعبث بي ولعلها أحبتني بعدما عرفتني ورأت مني المهارة في علاج خالتها وفي معالجة المبهرة لرئيس القافلة بالأمس وسط ظهول الجميع لقد رأيت ساعتها الإنبهار بعينيها ولمست فيها افتخارها بي ولكن هل تأكدها من مهارة الطبية سيدعوها للهيام بي؟ أنا الذي أرفل في الرداء القدسي وأسكن الدائر ثم إنها طفلة في العشرين من عمرها لا تعرف أصلا ما هو الحب ما هو الحب؟ أنت أيضا لم تعرف أيها الراهب المسكين وهذا الذي كان قبل عشرين سنة مع أوكتافيا لم يكن حبا كان خطية لا كان حبا خالصا من جهتها هي وخطية مني كانت أيامي المعدودة معها بديعة لكنني لم أعرف قيمتها وقتها فانتهى الأمر بأن فقدتها وفقدت نفسي على النحو المفجع الذي كان فقد خفت من حبها ورديت بالفرار منها ثم ورثت بمقتلها أمام عيني جرح الذي لن يندمل أبدا أتراني سأفقد مرت أيضا تلك الجالسة الآن أمامي تأرجح قدميها كتفلة لاهية وهل سأهدر ذاتي من أجل خاطر عارض مبهم؟ لا لا يجوز ذلك لك وما عليك إلا أن تتماسك اصبر على ما يعصف بك وعرض أن الحب أعصار كامن في زاوية بعيدة بأعماق القلب وهو يطوق دوما لاجتياحي كل ما يعترض طريقه أنت راهب مبجل وطبيب مرموق فلا تمنح الفرصة لاجتياحك وإلا ألقى بك في صحراء الإزدراء لكنك من الناحية الأخرى شاعر وهذه المشاعر تملأك شوقا نحو هذه الطفلة البهية الجالسة أمامك مستمتعة بمشاغبتها لك وشغبها عليك ثم إنك اليوم في الأربعين وهي منك بمنزلة الإبنة وغدا قد تجدها قد ألقت نفسها في حضن رجل آخر وتعود أنت لعبوسك الأزلي وأيامك الجرداء أي رجل آخر ذلك الذي يستحق مرتى ويعرف قدرها لا أحد غير يدرك عمق السحر الساكن في عينيها وروعة السر الكامن في تنياها إن رجل آخر غيري سوف يحولها مثله إلى فلاحة من اللواتي يملأن القرى مهلا فهي قد تزوجت من قبل فأي رجل هذا الذي تزوجته أتراها استسلمت له في لايال الشتاء الطويلة هل عبثت بثمار جسمها الرقيق وهل امتلأت به أدركني يا إلهي برحمتك أتريدني أن أذهب وأعود حين يأتي الصبيان لا يمكنك البقاء قليلا سوف يأتون حالا لكنك صامت ولم تعد تنظر نحوي يا مرتى أنت كنت أنوي الإفادة بما أعينه من شعور بها وأعانيه وكانت قد تهيأت لسماع أمر مهم وعقدت درعيها على صدرها وكفت عن أرجحة قدميها هي جميلة أيضا حين تهتم وتصغي عيناها تتسعان فيزداد جمالهما غير أني لم أقل ساعتها أي شيء بلساني فما كنت أبدأ البوحة بعدما نظرت في قلب عينيها نظرة طويلة حتى سمعنا جلبة الصبي الصاخبين آتية من عندي بوابة الدير قمت من فوري فأحضرت أوراقي وعطيت لمرتى نسختها لنبدأ الترنيم وننهي هذا الأفق الحالم الذي كان ممتدا بيننا ظل الصبية يرددون المزمور ثم تشد مرتى بالأبيات الشعرية فتطيح بكل حواسي وتطوحني خارج الكون ثم أفيق مع ترديد الصبية للمزمور ثم أعود مع غنائها لتطوافي خارج الكون عند قروجهم تأخرت مرتى خطوتين لتسألني إن كنت هذه الأيام صائما فأخبرتها بأنها ليست أيام صوم همست سأحضر لك شيئا غابت بسرعة ثم عادت بعد فترة وهي تحمل طبقا فيه حلوى من تلك التي تشتهر بها حلب والقرى المحيطة كان واحدا من رهبان ديري يجلس معي حين جاءت وضعت الطبق على الطاولة وانصرفت من دون أن تقول شيئا وأكمل الراهب شكايته من التقلصات التي تؤلم أمعاءه كلما تناول شيئا غير الطعام المسلوق في المساء أخذت معي الحلوى إلى صالة الطعام فامتدحها الرهبان الذين أكلوا منها ولما شكرت مرتى صبيحة اليوم التالي أخبرتني أن هذه الحلوى الفاخرة هي هدية إليها من رئيس القافلة الظاهر أن الرجل كان كريما جدا فقد أخبرني رئيس الدير في الليلة الصابقة عند جلوسنا على مائدة العشاء أنه أعطاه مبلغا من المال لبناء سور للدير وبوابة خشبية على هيئة صليب كبير لم أخبر مرتى بأنني لم آكل من الحلوى ولم أقل لها أي شيء آخر فقد جاءت في ذاك اليوم متأخرة بعدما كان الصبية قد استفق في مكانهم اعتذرت بأنهما هي وخالتها كانتا مشغولتين في بناء فرن جديد وكان غناؤها يومها مضطربا وكان رداؤها هو الزي الدمشقي الذي رأيتها فيه أول مرة انصرفت مرتى مع الصبية فور انتهاء التدريب وأكملت يومي في تعاسة لا حدود لها نظرت يومها كثيرا إلى ناحية الكوخ من شباك المكتبة فكنت أرى حركة كثيرة مرتى في ملابسها المنزلية تروح وتجيء خالتها في ملابسها السوداء الكاحلة تجلس حينا أمام النول وتقوم أحيانا ثلاثة من الصبية يغنون وهم يرممون حوائط الحظيرة التي أمام الكوخ النجار يدق في الباب المسامير لابد أن لديهم إصلاحات كثيرة يقومون بها غير الفرن قبيل الغروب تصاعد دخان كثير من الفرن الجديد ثم سكنت الحركة فكرت ليلتها في المبيت بصومعة كي لا يضايقني الدخان الصاعد من الفرن الجديد ثم فضلت إغلاق النافذة والبقاء في المكتبة لأنها أقرب إليها موضعا أغلقت بابي وأشعلت فتيل قنديلي وعدت لقراءة المتأنية لنسخة الوحيدة من كتابي جالينوس في النبض آملا في إجاد حلول لاضطراب هذه النسخة المليئة بأغلاط النسخ فاتني ليلتها موعد العشاء ولم أحضر صلوات أول الليل مع الرهبان بعد الصلاة زارني راهبان من أهل الدير أحدهما شيخ وقور والآخر أصغر سنا وأضخم جثة كان معهما راهب زائر عرج إلى الدير في طريقه من روما إلى أورشليم لم يتحدث الراهب الزائر بشيء طيلة جلستنا فلم أره بل إنني لا أذكر الآن ملامحه أتذكر فقط إطراقته الطويلة وصمته وأنه بحسب ما أخبرني الراهباني يحمل كتابا من بابا روما إلى أسقف أورشليم بشأن اجتماع كبير استغربت ما سمعت ولم أفهم السر وراء سفر هذا الراهب منفردا وسلوكه طريقا بريا لا بحريا كما هو معتاد ولماذا كان يتجنب المدن الكبيرة ولم يمر بأنطاكيا في طريقه غير أنني لم أشاء أن أصل عليه بأسئلتي خاصة مع ما لمسته فيه ليلتها من ميل للصمت وقد انجل الأمر بعد حين وأدركت أنهم كانوا يرتبون من وراء ظهورنا لانعقاد المجمع المسكوني الذي استخب في إيفسوس الراهباني جلسا عندي فترة أعددت خلالها للراهب الزائر دواء لحرقة يشعر بها دوما بصدره تحدثنا ليلتها عن كنائس روما الكبيرة والأديرة الكثيرة المتناثرة على تلالها السبعة وعن موعد الشروع في بناء السوري الذي سوف يحيط بالدير وعن أشياء أخرى كثيرة ثم انصرفوا عني عند منتصف الليل أمام الباب ابتسم الراهب الأصغر سنا الأضخم وهو يقول لي إن الحفلة الذي أقامه التجار قبل يومين احتفالا ببرئ رئيسهم غنت فيه الفتاة التي سكنت الكوخة مؤخرا أضاف بإشارة مترعة بالهمز لطليق بالرهبان أن رئيس القافلة والفتاة كان منسجمين خلال الحفل وأنها بعد الوليمة صحبته إلى خيمته شبت بباطني حرائق لا إطفاء لها الرقو الثالث والعشرون هبوب الإعصار لم يغمض لي جفن طيلة ليلتي ومع تلوع شمس النهار توهجت النار المتأججة بقلبي فأحرقت بدني فكأنني في حمى لا تنقطع نوباتها لم أستطع مفارقة الشباك المطل على الفو حتى رأيت مرتى تخرج متكاسلة لتنشر ملاءة على الحبل المجدود خلف الفرن الذي أوقدوه بالأمس ولا يزال يتصعد الدخان منه خطفت ملابسي وانخطفت نحوها كانت خالتها هي التي رأتني أولا فجاءت نحوي متهللة فرحة سألتها عنها فنادت عليها واستأذنتني في العودة لإحماء نار الفرن الجديد إذ لابد أن تقاض ناره ثلاثة أيام متوالية أومأت لها برأسي وبقيت واقفا في موضعي على مقربة من القق جاءت مرتى بملابسها المنزلية تتهاد في مشيتها كأنها تتعمد التباطؤ لا حذاء في قدميها وعلى رأسها طرحة مهترئة الأطراف كانت فيما مضى زرقاء اللون ومع أنها جاءت في ثياب فقيرة إلا أنها كانت في ضوء الصباح الباكر جميلة وظالمة لما وقفت مرتى أمامي عقدت حيرة الغيرة لساني فلم أستطع النطق هي نطقت أولا ماذا يا أبتي هل أنت مسافر اليوم إلى مكان لا ولكني أريد أن أعرف منك شيئا هل ذهبت حقا مع رئيس القافلة إلى خيمته ليلة بات هنا وغنيت لهم ولماذا تسأل؟ لأنني لم أكمل لم يكن عندما أكمل به كلامي شعرت بالتهاب في حلقي واختناق في أنفاسي وحرقة في روحي استدرت فجأة عائدا إلى الدير وتركتها ورائي من دوني أن ألتفت إليها ولو لمرة واحدة صعدت رأسا إلى صومعتي فأغلقت خلف بابها وتكومت في ركنها الأقصى رأسي بين ركبتي وذرعايا ملتفتان حوله وبداخلي تطن أصوات متداخلة تعذبني تفسدني وتسخر مني بعد فترة من انكماش حول ذاتي رحت أزوم وحدي وكأن بي كلاليب أو مشارط تحز أطراف كبدي رثيت لنفسي واحتقرتني أهذا ما كنت تريده وتسعى إليه أيها الراهب الطبيب الشاعر أن تصير هزأة بين الناس بسبب طفلة جاهلة لتعرف عنها أي شيء كيف ارتضيت لنفسك أن تكون لعبة بيد امرأة لعوب لمجرد أنك تظنها جميلة ظللت تسأل نفسك إن كانت طفلة عذراء فأدرك صاحب القافلة الذي شفيته أنها أنثى خليعة تذهب مع العابرين إلى خيامهم ليلى أي شقاء هذا الذي جلبته لنفسي أردت أن أهديها ثوبا عن طريق صاحب القافلة فعرف هو طريقه إليها وأجزل لها العطاء ثلاثة أثواب وحلوة فاخرة وقد تكون هناك هدايا أخرى لم تذكرها لك أنت قدمتها إليه فلا تلمن إلا نفسك أيها المتباهي بقدرتك على شفاء المرضى يا إلهي أعرف أنك تعاقبني على خطيئتي فرحمني إني معترف بكل ما اقترف قلبي من اشتياق وبكل ما خالفت من الوصايا والأحكام الثابتة وتناسيت المكتوب في إنجيل متة كل من نظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنا بها قلبه فإن قادتك لذلك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك فإنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم يا إلهي أعرف أنني أخطأت فأدركني بعفو منك يا رحيم ولا تلقي بي في جهيمك من الآن إن النار تشتعل فيي تشتعل بي فصيرني رمادا أو هباء منثورا على الطرقات ارحمني فإني ما عدت أحتمل العذاب المقيمة أنا يا إلهي مسكين منكسر وديع إني محزون وأنت رحيم وقد قال يسوع المخلص في أول عذاب ألقاها على الناس طوبى للمسكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض طوبى للحزانة فإنهم يعزون وأنا يا إلهي لا أطمح إلى ملكوت السماء ولا وراثة الأرض ولا حتى العزاء كل ما أرجوه أن ينطفئ اللهب السار بين ضلوعي وأن تذهب عني الآلام التي ألقت بي في هذا الركن منبوذا مهانا يا أبتي هل أنت بالداخل؟ جاءني صوت الشماس ممزوجا بدقاته المتشنجة على باب غرفتي فانتشلني مما كنت غارقا فيه أتراها كانت إشارة لي من السماء كي أخرج عن الحالة المزرية التي أوصلت نفسي إليها يا أبتي هل أنت نائم؟ توال نداء الشماس وتتالت دقاته فقمت مترنحا من الركن المظلمي ورحت أتسند على الحائط حتى رفعت مزلاج الباب آلمني الضوء الآتي من خلف الشماس وأزعجني صوته يا أبتي أنت هنا إنني أدق على بابك منذ ساعة ما كنت أعرف أن نومك تقيل هكذا ماذا تريد يا بني؟ يريدونك في المكتبة انصرف الشماس من أمامي فكدت أقع على الأرض كأنني كنت متماسكا من أجله أو كنت متكئا على حضوره المفاجئ المزعجي يريدونني في المكتبة؟ من الذي يريدونني الآن؟ أنا لا أريد أن أرى أحدا ولا أريد أن يريدني أحد متصاقل الخطوي نزلت الدرجة كأنني أهبط من قمة جبل قسقام الموحش إلى ناحية الصحراء الممتدة وراءه غربا كانت ساحة الدير خالية وشمس الظهيرة مبهرة لعيني الثكلة مشيت نحو المكتبة بخطة مسافر يغالب النعاسة وعقل مكدود بالسؤال عمن ينتظرونني في المكتبة بالكاد وصلت إلى الباب الموارب ودفعته برزق مرت نعم يا أبت انتظرتك طويلا ماذا تريدين الآن؟ اجلس يا أبت أرجوك جلست من دون أن أنظر نحوها كادت دموع تسيل فغالبتها حتى حبستها طلت مرت صامتة ولما طال بنا الصمت نظرت نحوها فوجدت في عينيها دمعا كثيرا يكاد ينسكب كانت تنظر ناحية ركبتها اليسرى وقد انسدل على جانبي وجهها خمارها الحريري الشفار الأسود كلون ردائها الواسع اسوداد ملابسها زاد من إشراقي بياض وجهها بملامحه الطفولية البريئة بعد ثوان من التأمل فيها شعرت بأنها من النقاء بحيث لا يمكن أن تأتي الفعل الفاحشة الذي أظنه فإنها لو كانت من أهل الفحش لكان الرب قد سلفها هذه الهيئة الملكية وكساها هيئة الفاحشات ولو كانت امرأة لاهية لما اهتمت باللحاقبي والجلوس أمامي بهذا الصمت البريئ الذي يضوع بعطر الطهري ولا صح لها هذا الحضور المريمي الآسر للروحي رفعت مرت وجهها نحوي وبعينيها الملئتين بالجمال الشجي قالت وهي تنظر في قلب عيني أرجوك يا هيبة لا تظلمني الظلم قاص وقد عنيت في حياتي الكثير من قسوته هل ذهبت يا مرت لخيمة هذا الرجل ليلة غنيت له سأحكي لك كل شيء بعبارات مفعمة بالصدق قالت لي مرت قبل أن ينهمر دمعها إن صاحب القافلة أرسل لها يومها قبيل الغروب مع تابعا من تابعيه ثلاثة أثواب وجوالا من القمح وآخر من الفواكه المجففة قال الرجل إنها هدية من سيد القافلة لأهل هذا البيت المجاور للدير المبارك هكذا قال وبعد الغروب جاء التابع نفسه ليخبرها بأنهم عرفوا من الجيران أنها تجيد أغنيات الخزافين وصناع الفخار المعروفة هنا بإسم القوقيون وقال إنهم سيقيمون مأدبة للرهبان وأهل المنطقة ابتهاجا بشفاء سيدهم سكتت مرت برهة ثم قالت حدثني الرجل بأنني إذا جئت للغناء فسوف يعطيني رئيس القافلة أجري فذهبت إليهم مع عمتي وغنيت القوقيون كما تعرف يهيبة أغنيات وقورة ليس فيها ما يعيب وقد كان كثير من رهبان الدير والشمامس حاضرين وكذلك أكثر أهل البيوت المحيط بالدير وقد انتظرت أن أراك هناك وظللت أفتش عنك بناظري طيلة الليلة ولكنك لم تأتي ولما انتهينا أخذنا رئيس القافلة ناحية خيمته أنا وخالتي فدخلها وخرج بثوب لها وبعض المال لي فأخذنا ما أعطاه لنا وعدنا إلى كوخنا فلم نخرج منه إلا اليوم التالي قالت مرت ذلك كله والصدق يحف بها يجللها أطرقت بعدما انتهت وتقطر الدمع من عينيها كان لابد أن أتكلم لأخفف عنها لقد قالوا إنك ذهبت معه فظننت لا تظن بي السوء يهيب ها لقد سرتي تناديني باسمي عفوا لكنني مرتبكة وسعيدة لأنك ظلمتني بذنونك الثائرة سعيدة يا مرتا نعم لأن ذنونك الثائرة أكدت لي أنك تحبني مثل ما أحبك قامت من فورها فارة إلى كوخها وتركتني في حال لا يعلمها إلا الإله الرحيم المحتجب خلف سمواته البعيدة الرقو الرابع والعشرون أفوق العشق للمحبة في النفس أحوال شداد وأهوال لا قبل لي بها ولا صبر لي عليها ولا احتمال وكيف لإنسان أن يحتمل تقلب القلب ما بين أودية الجحيم اللاهبة ورود الجنات العطرة أي قلب ذاك الذي لن يذوب إذا توالت عليه نسمات الوله الفواحة ثم رياح الشوق اللافحة ثم أريج الأزهار ثم فيح النار ثم أرق الليل وقلق النهار ماذا أفعل مع محبتي بعدما هب إعصارها فعصف بي من حيث لم أتوقع هل أنا فرح بحب مرتى أم أنني أخشاه سيقولون إنني غررت بها وسيقولون بل هي غررت به لن أنجو من هذا الحب الذي قدحت مرتى زناده بكلمة واحدة فصار عشقا وأنا لا خبرة لي بارتيادي بلاد العشق في ذاك اليوم كان الرب رحيما بي فلم يقطحم علي خلوتي أحد إلا الشماس الذي مر بي بعد الظهر ليخبرني بأنه في طريقي لجمع الصبية فأخبرته بأن اليوم راح لهم من التدريب على الترتيل لابد أنه أخبر مرتب ذلك لأنها لم تأتي يومها في الموعد المعتاد ساعة العصر اعتصرني اشتياق فأخبرت رئيس الدير بعد صلاة الساعة التاسعة بضرورة الشروع في زراعة المنحدر بالأعشاب الطبية إذ الآن أوان غرسها فبارك الفكرة وناد على سنين من خدام الدير ليساعدان في تمهيد الأرض ولحق بين الشماس وصبي آخر لما رأتني مرت مقبلا نحو كوخها أشرق وجهها بنور الحب وتدحرج قلبي نحوها من بعيد قالت مرحبا يا أبتي ولما انفردنا همست كنت ملهوفة لرؤياك يا هيبة وقف الشماس عند بقعة بأعلى الكوخ مستوية كالمصطبة وصاح بما معناه أنها ممهدة تصلح للزارع أفهمته أننا نحتاج خمسة مواضع بمثل مساحتها متدرجة على طريق حضائق بابل فضحك ببلاهة وهو يقول وما حضائق البابل هذه لابد أنها بعيدة جدا عن هنا صباح اليوم التالي أرسل صاحب المزرع الكبير الذي كان أول مريض علشته هنا إثنين من الزراع المحترفين القرين في الأرض وثلاثة من العمال فأصلحوا خلال ثلاثة أيام الأرض المحيطة بالكوخ بأن جعلوها على خمس مصاطب كبيرة مثل ما تمنيت شقوا في وسط كل مصطب منها مجرا للماء بآخره مصقط ينزل منه الماء إلى المجرى الذي تحته سوف نأتي بالماء من الخزانات الحجرية التي بطرف الدير الغربي حيث يتجمع ماء المطر هناك كل شتاء ويبقى آسنا إلى الشتاء التالي وكان ما أنوي زراعته من أعشاب لن يحتاج على كل حال مياها كثيرة عصر اليوم الثالث غرسوا عند حواف المصاطب الخمس شتلات أشجار من شأن جذورها الكثيفة أن تحمل حواف من الانهيار عند سقوط أمطار الشتاء بعدما انتهوا من عملهم وقت الغروب صار المنظر بديعا وكانت مرتف رحة جاءت نحوي بعدما انصرف العمال والزراع وقالت وهي تكاد تلمسني بكتفها سوف يبدو كوخنا بين هذه الزروع قصرا من قصور الجنة لم يكن عندما أرد به عليها أما هي فكان لديها ما تقوله لي نظرت إلى عيني بعينيها العسليتين الخضروين وقالت كلمة واحدة أطاحت بعقلي ثم أسرعت نحو خالتها أحبك جدا يهيبا ارتقيت نحو بوابة الدير محلقا بمحبة بل محمولا على أطراف أجنحة الملائكة جزت الساحة مسرعا متحاجيا لقاء أحد حتى لا أسمع أي كلمة من أي إنسان بعدما سمعته منها سعدت إلى صوماتي ورنات قولها أحبك جدا تجول في أرجائي أغمطت عيني على صدى الكلمتين حتى أحبسهما بداخلي أخذني للنوم خدر جميل وامتلأت ليلتي بالأحلام المؤطرة بالأفراح لم تغمرت عن حلم واحد منها في الصباح كنت شخصا آخر غير الذي عرفته في نفسي طيلة السنين التي فاتت من عمري كان قد مر يوماني من دون تدريب على الترتيل وصباح الأربعة سألني رئيس الدير عن الموعد المرتقبي لبدء الترانيم في الكنيسة فلم أتردت في الإجابة سنكون جاهزين يا أبتي يوم الأحد القادم فأشرق وجهه بابتسامة الردى مر الشماس يومها على مرتة عند نزوله لجمع الصبية فجاءت قبلهم بفترة لم أجد خلالها حرجا في أن تنتظرهم معي في الزاوية البعيدة من المكتبة فقد كنت أجلس هناك من قبل مجيئها جاءت في ثوب مخملي أسود محلى عند الأكمام بشريط من الحرير الأحمر اللامع يمتد من عند منبت العنق إلى ظاهر كفيها الشريط ذاته يدور مع أطراف الثوب فيغطي أعلى صدرها ويوشي بلا معانه منبت عنقها بدت كالأميرات اللواتي رأيتهن بأحلامي زمان طفولتي أو كالملائكة التي تحلق في خيالاتي ساعة الصفوي قبل أن تجلس أمامي أخبرتني أنها رأت في طريقها رئيس الدير وسألته إن كان رداؤها يصلح للترتيل فباركها أضافت والآن لا يمكن لك أن تعترض على ثوب مع أنه يبرز صدري ويجعلني امرأة جميلة بهذا الثوب أو بدونه أنت أجمل امرأة تمشي على الأرض كلامك حلو من أين تأتي بهذا الكلام الذي يذهب العقل ولكن مهلا لماذا لم تخبرني بأنك أمرت رئيس القافلة بأن يهديني هذه الأثواب رئيس الديري حكى لي بالأمس ما جرى بينكما أنا لم أمره بشيء قلت له يعطيك ثوبا فأعطاك ثلاثة زاد الأثواب لأنه أراد أن يشكرك يا حبيبي بزيادة ماذا قلت يا مرتا؟ يشكرك بزيادة لا أقصد هذا آه تقصد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي التقت عينانا في عناق حار غبت خلاله عن كل ما حولي وأظنها أيضا كانت غائبة لم نشعر بمرور الوقت مع التحام النظرات الولهاء فبقينا ساكنين غارقين فيما نحن فيه حتى انتزعنا من أفق العشق صخب الصبية القادمين والشماس قمنا من فورنا إلى التدريب كان يومها بالمكتبة لا الكنيسة امتد وقت الترتيل على أفضل ما يكون كانت نظراتنا تلتقي من حيث لا يشعر بنا الصبية ولا الشماس الجالس على الطاولة يهز رأسه مع النغمات غير أنني لحظت يومها اضطرابا في ترنم مرتا بالكلمات الممدودة بالنغمات الطويلة بعدما انصرف الصبية سألتها عن صرد اضطراب قلبها وصوتها بقصد مداعبتها فقالت جادة إنها تشك من صدرها وأنها كانت تسعل الليالي الماضية سعالا حادا أقلقني كلامها قمت من فوري فأحضرت من البذور ما من شأنه أن يهدئ السعالة ويريح الأنفاس وقد أدركت أن دخان الفرن هو السبب في تهيج صدرها لما عدت بالبذور وامدتها لها مدت يديها لتأخذها وأطبقت بكفيها على كفي كانت المرة الأولى التي نتلامس فيها وقد كادت روحي تنسحب مني لحظتها مع لمستها كنت واقفا قبالتها وهي جالسة في الموضع التي جلست فيه خالتها يوم جاءتا إلي أول مرة ألن تسمع صدر يهيبة؟ فهمت إشارتها كانت تريد أن أضع أذني على ظهرها مثل ما فعلت مع خالتها من قبل ترددت قليلا ثم جلست بجوارها ووقفت هي أمامي واستدارت عائدة للوراء خطوتين حتى كادت ركبتايا تلامساني باطن ركبتيها لم أفكر ساعتها في أن أحد الرهبان أو المرضى قد يدخل علينا من الباب المفتوخ أو أن رئيس الدير قد يأتي لزيارة كعادته لم أفكر في أي شيء سواها وشجعني أنني لم أسمع لحظتها وقع خطوات على الحصى المتناثري بساحة الدير كان السكون تاما وكان اشتياق جارفا ملت بأذني على ظهرها لأسمع نبضها فأعرف سبب ما بصدرها من حشرجا لم يكن بصدرها شيء سمعت فقط دقات قلبها متتابعة عالية شعرت أنها تناديني أطلت استماعي مستمتعا بملمس الثوب المخملي الملتصق بجسمها وبجانب وجهي ومن دون تدبير وضعت يدي على طرفي خصرها جذبتها برفق نحوي فمالت حتى لمست مؤخرتها صدري وضعت هي باطن كفيها على ظاهر كفيها وأخذتهما ليلتقيا عند سرتها ضغطت على يدي فضغطت على بطنها ارتفعت بيدي وقد غطتهما يداها حتى لمست صدرها بباطن كفي عصرت بيديها يدي فعصرت ما تحتهما لحظتها اندفقت أنهار الكامنة كمثل شلال آت من أزمنة صحيقة ليروي أرضا تشققت جفافا عشرين عاما ارتجفت مرتا تلك الرجفة التي عاينتها قبل عشرين عاما في قبو النبيذ لكن ارتجافة مرتا كانت أحلى وأدلة على الارتواء استدارت نحوي بوجهها وهي لم تزل بعد بين ذراعي المحيطين بها وهبتني قبلة ناعمة على خدي وانفلتت مصرعة نحو الباب وبقيت جالسا وسط ظهولي حتى مضى وقت طويل تمددت بعده على الدكة الكبيرة ورحت في نوم عميق أحلى من النوم المعتاد اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة